اشتركوا في القناة وقال عليه السلام ويلك يا ذعلب لا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان معروف بالدلالات منعوت بالعلامات لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس يا ذعلب إن ربي قريب من الأشياء غير ملامس بعيد منها غير مباين متكلم لا برويا ظاهر لا بتأويل مباشرة متجل لا باستهلال رؤيا بائن لا بمسافة غريب لا بمدانات مريد لا بهمة صانع لا بجارحة درواك لا بخديعة لطيفون لا يوصفوا بالخفاء كبيرون لا يوصفوا بالجفاء عظيمون العظمى لا يوصفوا بالعظام جليل الجلالة لا يوصفوا بالغلظ سميعون لا يوصفوا بالعظام بصيرون لا يوصفوا بالحس رحيمون لا يوصفوا بالرقة قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله وبعد كل شيء فلا يقال له بعد هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها موجود لا بعد عدم فاعلون لا باضطرار مقدرون لا بحركة لا تحوي الأماكن ولا تضمنوا الأوقات ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزلوه كان رباً إذ لا مربوب وإلهاً إذ لا مألوء وعالمان إذ لا معلوم وسميعاً إذ لا مسموع تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته وتتهالك النفوس على مراضيه ترجمة نانسي قنقر